مرحبا بكم مشاهدين الكرام في موعد نشرة أحوال التقصر رئيسية لتطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن بدأوا هذه الورقة الجوزة الرئيسية النهار اليوم بهذه الواحة الجميلة المعروفة باسم واحد أهلير المتواجدة بي جانات أكيد منظر طبيعي جميل عبر عن جمال مناظرنا المختلفة ببلادنا الجزائر إذن تقلوا الوضعية الجوزة إن شاء الله لنهار الغد استقرار جوبي نقلوا عليه مؤقت لأنه يبتدأ المسبوع الجيد إن شاء الله ستعود ترجع الإضطرابات الجوية سحب كثيفة كما اللحظوا عن الخريطة ستكون في الموعد دون فعليات مركز خاصة على الولايات الداخلية من ناحية الشرقية ضباب سيكون في الموعد على أغلبية الولايات الصحراوية بالضبط على شمال الصحراء على غردايا على ورقلا على ورقلا عين صالح جانات إليزي مرفوق بيزا وبعرمنية ستكون نشطة نقلوا المستعملية طرقات الحيطة والحذر لأنه سرعة الرياح تروح 30 حتى 70 كم في الساعة على عين الصالح وأضرار كذلك بالنسبة لدرجة الحرارة مع أفجر نهار الغد إن شاء الله تبقى البرودة في الموعد على العموم على أغلبية ولايات الهضاب العليا ربع درجة نسجلوها على باتنا سطيف خنشلة أريس عينزال عين أرنات تنخفض بمقياس درجة واحدة على قسنتينة أم البواقي 12 درجة نسجلوها على بشار 15 درجة على تين دوف و 25 درجة بأقصى الجنوب برج مجي مختار إنقزام عين أزوا وأبليسا الوضعية المرتقبة إن شاء الله بعد ظهيرة نهار الغد الخميس استقرار جوية على العموم الصفة رح يعم على أغلبية الولايات الشرقية سحب كثيفة أجواء غائمة دون فعالية على الولايات السحرية الوسطى على الولايات الغربية كذلك أجواء غائمة مع احتمال بعض الزخات من الأمطار على ورق لاتوغورد حسيم سعود حسي بركين يبقى الضباب خاصة بعض الظهيرة متمركز على بشار إليزي وجنات الحيطة والحذر الزواب عراملية ستبقى بعض الظهيرة على وسط الصحراء وأدرار الحيطة والحذر لأن هذه الزواب عراملية ستؤدي إلى الضحفة الرؤية الأفقية درجة الحرارة بعض الظهيرة إن شاء الله إذا نحن نرى درجة الحرارة بعض الظهيرة نهار الخميس 14 مارس 18 درجة على الجزائر العاصمة وضوحيها ترتفع بمقياس درجة واحدة على وهرن 16 درجة مئوية إذن بإذن الله نسجلوها على تلمسان 17 درجة حتى الخط الرابط مع البيض من الشرية ونعامة 32 درجة مئوية على تندوف و38 درجة كأعلى مقياس بأقصى الجنوب برج بجي مختار إنجزا معين أزواء وأبنيسا للملاحة والصيد البحري البحر مع الصباح رح يكون مضطرب هايج على جول السواحل لكن بعد الظاهرة رح يرجع شباب هادة جميل على السواحل الشرقية العوانة تنسدلس حتى الغربية مع اتجاهات رياح مختلفة من جنوب الشرقية إلى جنوب الغربية هنا مشاهدنا الكلام نقول لكم لحقنا الختا موعد نشاطكم جوية رئيسية لنهى الغد الخميس نختمها بموعدكم الفلاكي لشروق وغروب الشمس إذن لمزيد من المعلومات مع لكم غيرتزوروا مواقع قناتكم أكيد لهي دايما في خدمتكم مواقع تواصل اجتماعي نقول لكم بقوة الأخير تهلا وفرحتكم ترجمة نانسي قنقر